السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده من موقع كواسي جدا اسمه Free File Sync. بدأت تحمل منه البرنامج. البرنامج بيقوم على فاكرة ان انت تعمل بين الفولدرات او الملفات. بيتحدد له فولدر واول ما احصلت العديل بيتغير في الفولدر التاني. تمام ده بيفيد في ايه? بيفيد ان انت بعندك نسخة احتياطي من الشغل التاعك. على الهارد على اي مكان انت عايزه. بحس ان لو في اي يوم مسلا حاجة ضاعت تلاقيها موجودة عندك في الفولدر او النسخة الاحتياطية. الفكرة كلها زي ما انت شايف بتحدد الفولدر وتقول له الهارد ده والهارد دوت. اول ما اول ما اعمل اي تعديل هنا اوتوماتيك بغير ما اقول لك خد الملفات وانسخ هنا. تمام? يعني فرض مسلا تشغل على الشبكة بتحدد الفولدر وتقول له انسخ لي المجالة ده اللي موجودة على الفولدر ده باسمي مثلا او باسم المشروع. اللي الهارد بتاعي. فاوتوماتيك اي حاجة بتحصل بتاخد منها باك او بحس لو حصل اي حاجة تلاقيها على طول. ده ده سحب الملف اللي هو في الشغل وده سحب الملف اللي هو الباك او بيبدأ يقارن يقول شوف ايه التعدادات اللي هنا او ايه التعدادات انقاشوا ورد تحصل محوماتيك المترجماتي اوه اوه اه واع ك